الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قراراً به وتوحيدا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً إن شاء الله سأقف مع ثلاث مواضع مخالفة لشريعة الإسلام من كتب المدعو عبد الرحيم البرعي وذلك أنه تولى كبر نشر الشرك في هذه البلاد السودان الموقف الأول وهو غلوه ومجاوزته للحد الشرعي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي غالب أو كل قصائده لا تخلو من الكفر ومن الشرك ومن الإلحاد وكل من يزعل من هذا الكلام نحن جاهزون لمناقشته ولبيان الحق له من الكتب ولا دار الزعل ولا كوارك فيمت؟ ولا لو جيت كبيت الوساخة هنا بتمشي بنفوت نخلي الحلقة جو الحمامات بنشتغل معك لما نطردك إمت ذاته فيمت؟ فما تعكر مزاجنا ساكن الموضع الأول وهو بيزعم أنه يمدح النبي عليه الصلاة والسلام حيث يقول روضة قبرك يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل من عرش الله وأبرك قال روضة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل من عرش الله وأكثر برك منه فيمت؟ وده يا أخواننا من الشرك بالله ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى ومن القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم فيمت؟ والناس بيقولوها في قصائد وناس بيسمعوا ليها ويصدقوها ويروجوا لها بين الناس وهذا من الغلوء الممنوع الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيمت؟ ده موضع الموضع الثاني وهو زعمه أن أولياءه يعلمون الغيب كما قال في قصيدة يسمى جوماك نزاور تكلم عن الأولياء بتعنه قال جوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور والقد عند الصوفية هي درجة الواسطة بين الله وبين الخلق فلا ينزل خير من الله إلى أهل الأرض إلا بعد مشاورة القط فيمت؟ وبعد نرات بيسموا ليك الغوث ولا يعني يصعد دعاء إلا بواسطة هذا القط القط بدا القط محطة تفتيش فيمتها بشوفوك انتهى الكلام بتاعك ده كيف اسمع الكلام بيجيوه بعد ذاك بيرفعه لي الله أو ربنا لو داري نزل خير أول حاجة بشاور القط هذا القط أول حاجة يشاوره حتى بعد ذاك ينزل الخير للناس لكذا بتلقى الصوفية بيتنافسه في هذه المنزلة الوهمية هذه منزلة الوهمية ساكن ما في أي حاجة يسمى قط فهمت؟ وهذا من الشرب والباطل والكفر في الربوبية إنه تعتقد إنه في واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى يتصرف في الكون في امتها؟ شاكده بتلقى كل الأصوفية بيقول لك إنه الأقطاب والأغواث ديل تحت مشيئتنا وتحت تصرفنا كما قال الجماعة المرغنية بيسموهم السادة المرغنية يقول لك نار الخليل طفت من سر تفلتنا لأن الولي لو ما بيعمل الحاجات دي عندهم ده تعبان جدا أفزل بخش معه في الطريقة بتاعته في امتها يقول لك يا ولي نحن أربع شهور قاعدين معاك ما مركت لنا أي حاجة شنبك ما مركته أنت تشتغل بيتين يقول لك خلاص معناه ده ما ولي في امتها؟ فقال نار الخليل طفت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا الختمية قالوا نحن من شدة ما جميلين نار موسى بس مما نحن قربنا جنبه ضوة طوالي في امتها؟ قال وَأَيُّبُّ لَمَّا دَعَانَا عِنْدَ بَلْوَتِهِ أَجَابَهُ اللَّهُ إِجْلَالًا لِدَعْوَتِنَا إلى أن يقول نحن المراغنة قال جمال يوسف من أنوار بهجتنا في امتها؟ ونار موسى أضاءت من محاسننا يعني يوسف عليه السلام قال الجمال الله الدلو وخل النسوة يأكلني الدين قال دا كل من حمد عثمان المرغني في امتها؟ الزول البشبه المخدى القديمة دا دا قال لك من جماله شال يوسف عليه السلام يا زول تبتلعب علينا والله امرأة العزيز لو كان جمالك بالطريقة دي ما كان القصة دي كلها حصرت في امتها؟ ما تكذب علينا يا زول دهب من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل منى على يوسف عليه السلام بالوسامة والجمال في امتها؟ وده كل من باب الكذب كل كذب وكذب على الله سبحانه وتعالى إلى أن يقول قال نحن المراغنة الأخيار من قدم الختم مننا وغوث الكون خادمنا الزولة اللي بيجيب اللي بيغيث الناس دا قال شغال خدام تحتنا نحن بس معناه نحن مرتبتنا أكبر من كده نحن ناس المير غني وعبد الله المحجوب في امتها وحسن أبو جلابية وكمان البرعي قال له انتو مش الغوث خادمكم نحن برضو فوق ليكم البرعي قال هدرنا هدرنا قط ما فدرنا قطب الكون غوث الكون القطب عمرنا قال جلابية النور بتخيطة إبرنا جلابية النور بتاعت حسن أبو جلابية قالوا جلابيته من نور في امتها معناه معناه ماشي زي ما الله خلقه انت بتقدر تهبشى النور أسي لو خطيت في النور ساعة بتقعد وانا بتجي واقعة الفكة بتخدتها وين في جيب النور كذاب ساقت البرعي قال له شفت الجلابية بتاعت النور دي نحن كنا الترزية بتاعنا والله جت ديالة صوفية شغل بتعكيطي والله تقعد لك مع صوفي شان كده الإمام الشافعي رحمه الله قال ما تصوف رجل أول النهار إلا وأتى علي آخر النهار وهو أحمق بتكون زول محترم جدا لابس جلابية ولا بانطلون وقميص نضاف كده في امتى مما تجي خاشي لأبوك الشيخ أول حاجة بيجملك عين شانهم الفوقة زاهد في الدنيا جابين المكانشي في الصورة قالوا بعين للدنيا بعين واحدة لأنه ما فاضلها يا زول وطيب عامل لك مسيد وحيران أو جماعة بيجوك زيارة وكده ليه يعني زول كذب قال ما عامل له جيوب لأنه ما عنده شغلة بالدنيا لأنه قروشه ما بتتعدى مش لأنه ما فاضل الدنيا يا زول عنده جماعة جوه هناك في امتى والمكاشر ده الجماعة بتاعنه بيجو ماشين في الزراعة بتاعت المساكين قبل ما الوهابية يصهروا في فهمهم طبعا في امتى العربية بتادي مع الشيخ الجماعة بيرفع أسمع شوال أبوك الشيخ لأنه لو ما رفعت شوال الشيخ بيعتبروا إنه الشيخ ممكن يرسل ليك جارات ولا يرسل ليك في امتى زبابة تيزي تيسي ولا مصيب الزمن فطوالي يقول لك لا لا يا أخ ده بتاع الشيخ هاي قبل ناس الزكاة أديهم يا زول أدي ناس الزكاة ما تدي الشيخ ده حق واجب عليك وأبوك الشيخ ده رباطي ساكت ده نهب مصلح ده نهب مصلح في امتى باسم الدين ينهبك على عينك يا تاجر وزول بزال مف في امتى الشغلانية كله إنه يقول لك الأقطاب والأبدال زي ما قال البرعي في أشهر قصيدة من الشرك ومن الضلال والباطل في امتى قال وشنو كده بندعوك بالأربعة وكده قال وأقطابنا الأربعة في امتى بنادي قال بدعوك يا الله بجميع عباد الله ده من شرك بجميع عباد الله على عدد عباد الله شرك الشرك بتاع البرعي في امتى زول ضال زول سافل سفيه ها زول مضل مجرم شيطان خبيث هذا المدعو عبدالرحيم البرعي وعلى كيفك أنت وما بيقدر يعمل حاجة البرعي ده ما بيقدر يسولين أي شي في امتى هو والجماعة بتعنوا جلابية النور والترزية بتعنكم كلكم ما بتسووش تمشوا تفصلوا للعطالة المساكين دين لكن ما بتقدر تعمل لنا حاجة جلابية دي لو جبتها بندخله لك في نخرتك انت فهم العاصر ما بتغشنا بهوى زي ده فعندهم البرعي قال الأولياء الأقطاب ليه هم نشاور لأنه دي الأقطاب لازم نشاورهم وإنت لو دار تشاور تشاور الإنسان البيان صحك والإنسان اللي بتتوسن فيه والخير ثم تستخير مش تمشي للصوفية تقول لي أبي الشيخ أرقود لها الخيرة إنت دائر مرأة الشيخ يرقود لك بها كافة يعني يقول لك لو بالليل أبوك الشيخ بيعرف لها الحاصن أزول ما بيعرف أي حاجة الشيخ دا جوا عنده شنو ماسك الشركة بتاعة سوداتهل ولا ماسك شنو لما ينوم بعمل شنو في متى البيانات مسجل عنده الشيخ دا عاطل ساي يا زل داري أكل قروش أقول لك المبروك قطة البيانات بنرقود لك بالخيرة ارقود فيك مريك بتاع انقريب ترقود بتاع شنو يا زل التسافل ولا شنو ما يقول لك ما تشاوروا مصو دا المأهل يتشاورهم يا زل دا الناس فهاء ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة في متى ضياع الأمانة دا لما دالجوا هؤلاء السفهاء من الصوفية وغيرهم بعد دا لا تسأل عن الضياع في جميع الأمور قال منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر في متى قال لك الأوليادين منهم عليم بالغيب باطن وظاهر بيعلم الغيب باطن وظاهر وهذا كفر من هذا المدعو عبد الرحيم محمد وقع الله البرعي كلام دا كفر بالله ما في أحد بيعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى والأدل على ذلك أكثر من أن تحصى في متى إن كون ربنا سبحانه وتعالى إن فرد بصفة الغيب دي هذه دلت عليها نصوص الشريعة في متى ولذلك ها الناس المساكين بمشوا للفك يا ديل باعتبار إنه الشيخ بيعلم الغيب حتى جاء في كتاب أزاهير الرياض قال أو كتاب النصر العلمية قال إنه واحد من المريدين شغال ماسك الوريد بتاع الشيخ في متى حككي سككي لككين فككا ما عرف إن دبكا وما عرف ليك شنو كده وقيدو في شبلو كلامنا الهوز بتاع الصوفية ده يقول لك دي لغة سيريانية ما بتعرفها السيريانين دي القاعدين وين تابعين اللي ياتهم لي أفغانستان ولا العراق ولا إيران سيريانين دي القاعدين وين كزاب ساكت ما في سيريانية لكن دي اللغة بتاعت الشياطين تعنوا بيشتغلوا معه وصوف لي بيعرفهم براه بالليل فهمتا لكن ده الصوف ما شغل بتاع ناس مسلمين فهمتا الغيب ده ما بيعلموا إلا الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأمره أن يبلغ الأمة أنه لا يعلم الغيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله دي آيات تنصف أي صوفي فهمتا الآية دي تعارضة بيشنو بيديل وهابية لأن إحنا وهابية خلينا الآية بتودعوين قولك ديل أولاد صغار نحنا أولاد صغار الآية بتودعوين فهمتا الآية دي أصلا ما بتقدر تمرق منها لأنه دي آية واضحة وآية صريحة فهمتا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون ده باسك في أوراد الشيخ الزكرو عبد المحمود نور الدائم وشغال قال ذكر جد بعدين الشيخ قال له يوم من الأيام قال له ولديه يا الحوار قال له أنا ما ليه شايفك شغال ذكر كتير لكن الدرجة بتاعتك عند الله بسيطة فهمتا أنت شغال ذكر صح الزكر شغال لكن الدرجة عند الله سبحانه وتعالى درجة بسيطة جدا الحاصل شنو قال له والله يا أخي أبوي لما مات ما راضي عني أيوة قال له خلاص بتعرف لازم نحل لك مشكلتك قبر أبوك بتعرفه قال له يعرفه قال له أرح ليه قبر أبوك عشان أبوك ده يعفو عنك عشان بعد ذلك دركتك تمش لي قدام قال له جدا أرح المقابر قال له أن القبر بتعبوك فهمتا ما تشتغل بيه يا شيخ يا الله ديك ما تشتغل بيه أي زول بكوري خليه المكرافون بده بنجمه وصل نازي بتكوري ما دارة تسمع الحق فهمتا يا شيخ ما تشتغل بيه يا شيخ فهمتا قال له خلي النازي تتكل تستفيد فهمتا أصل الآيات والحديث بتحرك أي زول في قلبه عقيدة مرضانة بتحركه ما تشتغل بيه يا شيخ يا أخ ما تتعب ده أول حاجة عنده في العقيدة الأولى الباطلة إنه عرف درجة هذا المريد عند الله سبحانه وتعالى أنها درجة ناقصة وهذا من ادعاع الملغيب وهذا كفر وتكذيب بالقرآن وتكذيب بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وده الشرك البنشر الليلة الصوفية في أي مكان شروه في حلقاتهم بنشره في قنواتهم بنشره في إذاعاتهم بنشره في كتبهم الشرك والباطل والضلال والكلام ده لما انحرقهم شديد فيمتى وكلامنا ده لما انحرقهم بيقوا بعد ذاك تشكوا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله ما عندهم سلاح إلا الشكية حيلة النسواني فيمتى أصل المرة الموضوع لما يساخن معاه تمشي لأبوها ولأخالة وادعمها وكذا وتجيب لك الجماعة في البيت تعمل معاك مشكلة لأنه ما عندها حيلة إلا الشكية وده الشغل الآن بيقوا عليها الصوفية يقعد يشكوا أخواننا في ودبوا أمنا اللي يمضي قبل الأسبوعين فتحوا فيهم الصوفية بلاغ كيف تتكلموا فيها زاهير الرياض وكذا والكلام ده ما كذا وما بيجي فتحوا بلاغ في المحكمة أخواننا مشوا الأسبوع الفات مشوا انتظروا الزمن بتاعهم ساعة عشرة ساعة عشرة جوا الصوفية ما جوا قالوا ليهم افطروا تعالوا فطروا ضربوا البارد معاه واثنين شاي وكم جبنة عليهم ربهم ثاني جا راجعين الصوفية ما جوا ما قال بيجي ما له ما جا فيمت بعد ذا أجلوها برضو الصوفية زائغين وبعد ذا بيقلوا يرسلوا ناس يا أخواننا قولوا لي أخونا ذا أخونا الفتح الفتح فيه بلاغ يا أخواننا قول لي وديلها لك ديلها لكوين يا زر معليش لو عندنا وعطوا كده جبلين غنيا بتاعديلها لي وبرضو ما بقبلها فيمت لكن تجي دا في دين دا دين انت تجي في الجامعة قدام الناس تقول يا أخواننا أبويا الشيخ المكاشي ما عنده حاجة ما بيعلم الغيب ما بيكشف ما بيصرف في الكون ما مالك مع الله حاجة كده موضوع معاك يتحلى لا عندي معاك وطأ ولا عندي معاك تار ولا دم ولا حاجة عندي معاك الدين بتين ما بقيت أخوي أنا معاك ربنا سبحانه وتعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فيمت طوالب تبقى أخونا في الدين لكن لو بقيت أخوي والدمي وأبوي وماسك لك طريقة انت ما أخوي فيمت الصماء ولا ولا لو مدت ما بد بعد يناستك تموت بحجاب ولا بغسي لك ذاته لو كنا اتنين مثلا في أستراليا أو لكذا بشوف لي أقرب أحفر حفرة وأجدعك وكان الله يحب المحسنين ما أنك مشرك ربنا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وفي الآية الثانية في صورة التوبة ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ولما مات أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات قال له أمشي أحفر له حفرة وأدفنه مع إنه ده ويقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ونأصره إلا أنه مات على الكفر والشرك بالله شأن كده إنت لو متخيل إنه نجيك هنا يوم من الأيام لو تخيل إنه يوم نجيك هنا يوم من الأيام ونخلي الصوفية أن نشروا الضلال في البلد دي والله إنت وهمان ساكت لو عندك زناعة مش أزرع تمشي تزرع وتجي راجع يا أخواننا ما خلناكم في البرعي تاني مع البرعي الموضوع ما بتحلع إلا دي لك يتوبوا ويخلوا البرعي وتاني برضو بنحزر لأنه الشرك وجع لما الناس نسوا التحذير من أهل الضلال في إنت أصوه ما بنخليهم لك دي العقيدة الأولى قال بعد ذلك قال له قبره وينوه وكذب ساكت إنت أعرفته درجته ناكسة ما عارفة القبر قام قال له هذا القبر ده القبر مدكد هاي شمان قوي من زول تاني ممكن يكون ودى العمدة لقال له ده ذاته قوموا قال له أسمع ولدك ده قال انت موت وغضبان عليه تعفى عن ولدك قال له عشانك والله أبو الشيخ كما انت قال له يا أزول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها وولد صالح يدعو له الحي ممكن يستغفر للميت ويدعو له لكن الميت يعفو عن الحي دي ما القناء إلا في دين الصوفية دين بتاع الصوفية دين بتاع لخبطة ودين ما عندهم عليه أي دليل وكلامنا ده لو حار ونحن عارفينه حار جيب العينك انت طبعا مسكين ساكت أكلوك فتة ولا زلابية ولا غشوك في المولد ولا كده معلش لكن نحن دارين الكلام العغاية دي تحت الكتب تمشي تشتري الكتب أنا بديك اسمها كتب أمشي اشتريها من الدارة السودانية دي حقتنا نحن أمشي دار العلوم شرق البسطة ومدرمان تلقى فيها الكتب دي كله في انت كتب فيها ضلال وكفر لو اعتقدت الفئة الفئة دا ومتت عليه تاب انت مع ابو جهل أصو ما تشوق فيها ما تقولها ما تقولها ما تقولها أوها تتوقع انه يدعوك مع صحاب اليمين والله تموت بعقائز زي دي تمشي مع ابو جهل وفرعون وهامان وأبي بن خلف وصناديد المشركين ولذلك أخوانا هذه الكفر والقضايا التي نناقشها اليوم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر النقاش فيها مع المشركين اللي صلى الله عليه وسلم كان بناغش المشركين في قضايا زي دي لكن ما كان القضية الأساسية في امت أكثر شرك الأولين كان في توحيد العبادة ما في شركة ربوبية في امت الليلة يجيك واتبدر واتبدر وتابع له واتطيب الجد دا رئيس المجلس القومي للذكر والذاكرين أسي بيناتهم جوا في مشاكل برضو في ناس قالوا شيخ الأمين دا يا أخوانا ما تزالوا فواحدين قالوا نتبر منهم القالوا ما تزال دا طبعا عمك بكم مسكم قروش كاك ومازل صوفي دائر قروش انت قالوا دائر شنيعا دا كده قروش ما تتكلم في شيخ أسي نحنا الطيبة جدا لو عندنا مليارات وديناه اثنين مليار تاني يوم والله شفت يبقى سلفي ويقول لهم هذا الشكباشي داية إلى الشرك والضلال مش جده وهو جدي ما هتكلموا فيه بس تدفع له قروش الفاتحة البرعي نديه كم مليار تاني يوم بيقول لك هذا البرعي داية بتاع الشرك وضلال تقول لي هذا لده مع ابوك يقول لك أيها ابوي لكن الدين أولى والقروش أولى ما الدين أولى لكن مستابلين وكلهم أسي حميدة دا والله حميدة دا نديه بجرة كراءة مكسورة تاني يوم يبقى معنا أنه دماء كائزة المعاكل والمعايش وده كل يوم الغيامة ما عزر لك أمام الله سبحانه وتعالى دا ما عزر لك الغران قاعد السنة قاعدة انت متعاين لجماعة ولا نحن داعينك لجماعة ولا حزب ولا طريقة عائل للآيات ولي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكتفي بهذا القدر قدم أخونا منه أوبك اوبك